أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تتابع بقلاق بالغ لأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تصاعد في وطيرة أعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطينية جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها شكري مع نظره الفلسطيني رياض المالكي حيث استعرض شكري جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الأطر والمحافل الإقليمية والدولية بما في ذلك استضافة اجتماع شرم الشيخ القماسي الأخير والمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونيخ منتصف الشهر الجاري وذلك بهدف تحقيق التهديئة وتهيئة الأجواء لإعادة تحريك عملية السلام كما أبرز شكري الدور الذي تطلع به مصر في ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لإعادة توحيد الصف الفلسطيني وفقا للمحددات التي تم التوافق عليها في الاتفاقات السابقة ذات الصلاة